نتكلم على مطش مبارح, ففي الأول كده نعرف رأيك في التشكيل اللي اعتمد عليه الكابتن حسام حسن هو التشكيل الكابتن حسام حسن اعتمد عليه هو كان مغير شوية للمباراة سابقة اللي لعبها برا أرضه لما كان بلاعبة التخبينية ان احنا كنا بنلعب برا أرضنا بتلاتة مدافعيين وكان مل متوقع ان هو هيلعب كده رغم ان برضه في الفترة اللي فاتت او في المباراة اللي فاتت ما كانش المنافس بالنفس القوة لكن كابتن حسام اشتغل بالطريقة اللي هو بيلعب بيها لأربعة تلاتة تلاتة اللي بتتحول في وقت من الأوقات في الملعب لأربعة تنين تلاتة واحد وجود أحمد سيد زيزو في نص الملعب كلعب تالت بيتحرك في مركز صناعة اللعب قد منتخب مصر أفضلية كبيرة جدا في زيادة تحكمه في الكور منتخب بوتسوانا ما كانش المنتخب القوي مش المنافس اللي تخاف منه ولكن وفوق ده كان عنده أزمة كمان فيه رجوعه لبوتسوانا بعد مباراة موريتانيا أنه هو الطيارة بتاعته اتأخرت لأن بسبب خطأ إداري حجزوا الطيارة خاصة الذهاب لموريتانيا بدون عودة فاتأخروا العودة بتاعته فلكن التشكيل كان تشكيل منطقي ماشي بالطريقة اللي هو بيشتغل عليه مختلف عن المباراة اللي فات هو مختلف عن المباراة اللي لابها برأ أرضه قبل كده أنه برأ أرضه بيحاول أنه يأمن يلعب بخطة متوازنة لكن على أرضنا هنا في مصر بيبتدي يلعب بطريقة هجومية وبيضغط المنافس من الدعاء الأولى للمباراة بوجود أسامة فيصل ما كان مصطفى محمد كان دور أسامة فيصل المفروض على الورق أنه هو المطلوب منه لعب مهاجم موجود جوه السندوق وبيضغط على مضافعين الخصم ولكن في الطريقة اللي لعب بيها مباراة ما كانش فيه أي لعب موجود في مركزه سواء أسامة فيصل أو تريس جي أو زيزو شفنا أسامة فيصل بينزل لنص ملعب منتخب مصر بيبتدي حرك الكرة أكتر مع الزملاء مع زميله بيبتدي يدي الفريق استحواز أكتر على الكرة وكمان بيخرج برا المنطقة بيجبر مدافع مضافعين بتسوان أنه هو يتحرك معه عشان يرقبه فهنا بيبتدي يتحرك تريس جي من الجناح الأيصر يخش في قلب الهجوم وكمان مع انطلاقات محمد حمدي ومحمد صلاح الأسلوب اللعب منتخب مصر مع كابتن حسام حسن هو بيعتمد بطريقة واضحة جدا على اللعب المباشر كرة طولية من المدافعين ناحية واحد من الجناحين أو المهاجم بشكل مباشر أنا بلعب بطريقة مباشرة على الجول مش بيحاول أنه هو يحرك الكرة كتير لا هو هدف واضح أنا عايز أوصل للجول فدي الطريقة اللي كابتن حسن بيعتمد عليها في أغلب مبارياته يعني في المباراة مع كابتن حسن كان كابتن حسن اعتمد على الهجوم بشكل كبير قوي وده اللي خلى أكبر كابتن حسن هم يدفعوا طول الوقت الناس يمكن انتقدت شوية قبل المباراة أسلوب اللعب ده وخافه هل كان فيه ده كمان في المباراة دي هل الناس خافت من اختلاف فيه التشكيل والتكتيك المختلف شوية لا هو الفكرة في المباراة بطسوانا قبل النتيجة أكيد طبعا أكيد هي مباراة بطسوانا كان متوقعا هي هتكون ماشية بالسير ده لأنه متخب بطسوانا مش من المتخبات القوية مش من المتخبات الليها تاريخ كبير في القارة منتخب كبير دي كان القلق منه هو الأداء اللي قدمه في أمم أفروكيا وكان هو المنتخب اللي خرجنا قدامه في أمم أفروكيا اللي فاتت فكان فيه بعض القلق للجماهير وبعض الناس انه هو انت ازاي بتهاجم وبتضغط على منتخب احنا بنفس اللعيبة دي بنفس الفرقة دي من حوالي 7-8 شهور ما قدرناش نكسبه ولكن كابتن حسيم هو هنا في مصر على أرضه بيبتدي يلعب بطريقة هجومية الطريقة مختلفة اللعيبة حسن فيه شيء مختلف يتقدمها في الملعب عكس الوقت بتاع فيتوريا عكس ان كان مع فيتوريا كمان كانت فيه ارتباك في طريقة اللعب ما كانش فيه طريقة لعب واضحة ما كانش فيه تحضير كويس للمنتخب فده اللي خلى فيه اختلاف من ماتشكاب فيردي مع كابتن حسيم عن فيتوريا اشتركوا في القناة